بهاي المحاضرة ان شاء الله بدنا نشرح الكارديك اوتبوت مجوربنت هلا انا في عندي تلات طرق اني يعتبروا ان دايريكت عشان اعمل مجورنج يعني اقيس الكارديك اوتبوت عند شخص معين تمام الطريقة الثالثة اللي هي الايكو جهاز الايكو هو جهاز التراساوند يعني زي اللي بشوفوا في الرحم تبع الام الحامل هادي الجهاز التراساوند بشوفوا فيه السرعة تبعه الدم في القلب وكمان بقدروا يقسوا الكروس سكشن الاريا تبعه الاورتة ومن الفيلوسيتي والكروس سكشن الاريا انا بقدر احسب الكارديك اوتبوت صح لانه منعرف انه الفلو ايش علاقته بالفيلوسيتي انه الفيلوسيتي بتساوي الفلو على الكروس سكشن الاريا فأنا بدل أعمل من الفلسيتي والكروسيكشن اللي بوفر ليوم الإيكو أكتر من هيك مش مطلوب نعرف عن هاي الطريقة تمام في عندي طريقتين مهم إيش نعرف تفاصيلهم نعرف كيف نحسب من خلالهم الطريقة الأولى بتعتمد على وهذا القانون إحنا أخذناه بسنة أولى بالفيزيولوجي وهلأ أكيد رح نعيد البيسيك برينسيبل وتاني طريقة هي الانديكيتر دايلوشن ميثود برضو هاد أخذناه بسنة أولى أيام الكميستري نبلش نشرح بفيك برينسيبل أو الفيك ميثود الفكرة فيها إنه انت كشخص قاعد افترض أنك قاعد بتتنفس بمعدل أو بتسحب من الجو أكسوجين بمعدل 200 ميلي أكسوجين في الدقيقة يعني أنا لو أحط كيس وهذا الكيس يكون فيه تركيز معين الأكسوجين وأخليك تتنفس منه رح ألاحظ أنه الأكسوجين بقل بمعدل يعني بريت يعني بسرعة 200 ميلي أكسوجين بالدقيقة خلال دقيقة أنت بتكون ساحب ومتنفس 200 ميلي أكسوجين إيش معنى هاي الحركة إيش يعني أنت ساحب يعني إيش بتروح وين بتروح لفض الأكسوجين الفكرة أنك بتنقله من اللونغز تبعونك للبلد فإنت بتودي من اللونغز للبلد قديش 200 ميلي أكسوجين في الدقيقة تمام هلا بقولك إذا إحنا رحنا جبنا أداء وهاي الأداء بتشوف لي تركيز الأكسوجين في الدم اللي رايح لللونغز لقينا تركيز الأكسوجين في الدم اللي رايح لللونغ 160 ميلي أكسوجين لكل واحد لتر بلد بيروح للإيش لللونغ بتقوم اللونغ بتعطي بلد للقلب بعد ما تعمله أكسوجينيشن والقلب بيعطيه للجسم بيكون تركيز الأكسوجين في هذا البلد اللي طالع من اللونغ 200 ميلي أكسوجين في كل واحد لتر بلد بيطلع من اللونغ يعني وكأنه اللونغ شو بتعمل بتضيف لكل واحد لتر بلد بتضيف له الدي بتضيف له 40 ميلي لتر أكسوجين صح؟ فالفكرة أنه أنا كل لكل واحد لتر بلد كل واحد لتر بلد عم ينضيف له الدي بتضيف له 40 ميلي لتر أكسوجين معناته أنا الدي خلال الدقيقة رح أضيف أكسوجين من اللونغ للبلد 200 ميلي لأنه أنا بسحب 200 ميلي بالتالي اللونغ قاعد بتعطيني طيب أنا بعرف أنه خلال الواحد دقيقة أنا قاعد بضيف أكسوجين من اللونغ للبلد بمعدل أو بسرعة 200 ميلي في كل دقيقة صح؟ واللونغ بتعطي البلد برضو أداء والتفقنا 40 ميلي بير واحد لتر بلد معناته هلا كل لتر بتعطي أدائش بتعطي 40 ميلي وبالدقيقة بتعطي 200 ميلي معناته كم يعني بالدقيقة الوحدة كم لتر من البلد رح يدخل اللونغ وياخد 200 ميلي هدول ما هو إحنا حكينا في الدقيقة رح ياخد 200 ميلي صح؟ طب معناته كم لتر رح يدخل لنا عشان ياخد 200 ميلي؟ كل لتر بده 40 معناته رح يدخل لنا خمس أربعينات يعني كم لتر؟ خمسة لتر فهمتوا الفكرة؟ هاي كا إيش؟ كفكرة إنه أنا بقدر أعرف اللونغ كل دقيقة قدي بتعطيني أكسجين وبقدر أعرف كل لتر قدي بتعطي أكسجين وبعدين بروح بعرف يعني بحسبها إنه إذا أنا اللتر الواحد عندي بياخد 40 وبالدقيقة الوحدة 200 المتين فيها كم أربعين؟ فيها خمس أربعينات يعني أنا بدي خمسة لتر بلد يدخلوا اللونغ وهاي الخمسة لتر البلد اللي بتدخل اللونغ هي الكارديك أوتبوت وهذا التعريف الكارديك أوتبوت البلد اللي بيطلع من الفنترق الصح وبيروح سواء لللونغ أو للجسم تمام؟ طيب إحنا معقول نعد كل مرة نحسب فيها هيك ونعد نفهم فيها من أول وجيد لا خلاص نعتمد قانون معين ونحسبها إيش القانون؟ إنه الكارديك أوتبت بساوي الأكسوجين اللي تم امتصاصه في الدقيقة الوحدة على شو؟ على فرق تركيز الأكسوجين قبل وبعد اللونغ شو يعني قبل وبعد اللونغ؟ قبل اللونغ هو الأكسوجين اللي داخل على الآترية صح؟ اللي هو جاي من الجسم بعدين الآترية بيعطيه للفنتركل للرايد فنتركل والرايد فنتركل رح يعطيه له مين؟ لا اللونغ تغير عليه إشي؟ لا فلو أقول لك تركيز الأكسوجين في الفين كان X هاي الأكس ما تغيرت لما راحت للرايد آترية وما تغيرت لما راحت للرايد فنتركل وما تغيرت لما وصلت للونغ فهاي الأكسي بتمثلي تركيز الأكسوجين قبل ما يدخل اللونغ أما تركيز الأكسوجين بعد ما يطلع من اللونغ ده أسميه Y وين راح؟ راح للليفت آترية ومن الليفت آترية راح لوين؟ للليفت فنتركل من الليفت فنتركل راح على الأرتريز كلهم هدول إشي تركيز الأكسوجين فيهم؟ واي؟ واي؟ فأنا لو أجيب أداة تشوف لي تركيز الأكسوجين في الأرتريز بتعطيني تركيز الأكسوجين في البلد اللي طالع من اللونغ ولو أشوف أو إيس أجيب أداة تشوف لي تركيز الأكسوجين في الفين راح تعطيني إشي تركيز الأكسوجين في الدم اللي داخل اللونج يعني تمام فأنا عندي 3 أدوات لازم بحتاجهم عشان أعمل هذا المثل أول شي أنا بحاجة أني أشوف تركيز الأكسجين في الآتري عشان أعرف تركيز الأكسجين في الدم اللي طالع من القلب وبيدي من اللونج عفوا وبدي كمان أعرف تركيز الأكسجين في الفينز عشان أشوف تركيز الأكسجين في الدم الداخل للونج وبدي أجيب جهازي إسلي سرعة من اللنغز للدم يعني بدأشوف سرعة امتصاصك انت للأكسجين من الهواء هلأ الجهاز او الاداة اللي بنستخدمها عشان نشوف تركيز الأكسجين في الفينز هو زي كاثتر يعني زي ما بعرف اذا ترجم حرفية قسطرة بس انه زي كاثتر من دخله في البريكيا الفين تمام بعدين من البريكيا الفين منطلع لالاتريا يعني من لصبكليفين بعدين من صبكليفين لالاتريام وبعدين اخرش منوصل للرايد فينتريكل او احيانا بيكون يعني بيكون هاد الاداة كتير يعني بيكون هاد الكاثتر متطور وممكن من الرايد فينتريكل كمان نخليه يدخل لالبولماري آرتري اللي بيطلع من الرايد فينتريكل تمام او او اذا وصلنا بس للرايد فينتريكل عادي مزرور ينكمل التمر من الر Magdi تمام فهيك من حفز او منقدر نحل على الفيك الانديكيتر دايلوشن هذا انه فيه يعني معقد شوي اكتر هاي الفكرة فيها اني انا بجيب داي بجيب صبغة وبعملها انجكشن بحطها بايش بفين لهذا الشخص بواحد من الاورده تبعة هذا الشخص بتقوم هاي الصبغة شو بصير فيها بتنتقل من الفينز لرايت اتريام صح تمشي مع الدم ومن الرايت اتريام راح للفينتريكل ومن الفينتريكل لللونج ومن اللونج لل الافتاتريام من اللافتاتريام لالفنتريكل ويلا للجسم طب من الجسم يعني وين دا تروح راح تروح على الارتريز صح يعنيred الداي هاي بدها توصل الارتريز من خلال مين الروسيط القلب راح يضخها للارتريز بس انا حطيتها بالفينز طيب الى انا بروح بعد ما اعمل انجكشن لهاي الصبغة في الفين تبع هذا الشخص بجيب جهاز بخليه ييسلي تركيز المادة هاي الداي وين في شريان يعني في آرتري تمام ايش بتتوقعوا يكون ايش يصير في التركيز تبع هاي المادة اول ما انا عملت انجكشن حطيتها في الفين يعني انا غزيت هاد الشخص اعطته ابرة من هاي المادة وهاي الصبغة في واحد من الفين تبعونا وبعدين صرت ايش ابحص قديش تركيز هاي الصبغة في واحد من الارتري استبعونا رح يبالش ايش يزيد التركيز لما الصبغة توصل الارتري هاد اللي انا قعد بعمل مونيتورينج او براقب تركيز الصبغة فيه بتزيد 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 بعدين بتصير تقل ليش قاعدة بتقل لانه بعد ما وسطت الصبغة لهاد الارتري رح تتحرك في السيركوليشن وتختفي خلص تبعد عن هاد الارتري صح بعدين لاحظوا وهم عم يراقبوا تركيز الصبغة إنها رجعت زادت مع إن الأصل إيش؟ إنها تظلها تقلة تقل وخلص نخلص تمام؟ بس لا هي رجعت زادت. ليش رجعت زادت؟ لأنه جزء من هاي الصبغة وهو قاعد يعني بيوصل للأرتري وأنا قاعد بفحص تركيزها جزء منها رجع إيش؟ عاد اللفة وصل للفينز كمان مرة وبعدين للفينز للأتريام ومن الأتريام من خلال الهارت رجع للأرتري اللي أنا عم بشيك أو عم براقب تركيز الصبغة فيه. فرجع زاد تركيز الصبغة في هذا الأرتري معنى الأصل إنه خلص تظلي إلي 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 وخلص بما إنها الصبغة رح تخف ويصير لها ميتابوليزم وتختفي من الجسم. بس لا هي رجعت زادت هل هاي الزيادة أنا ما بدي إيها ما بتهمني. لإني أنا لما بدي أحسب الكارديك أوتبوت أنا بدي أشوف تركيز أو أنا بدي أعرف الفوليوم اللي هو كمية الدم اللي بتمر في السيركوليشن الوحدة ما بدي إياها في أكتر من سيركوليشن فشو بروح بعمل بروح بكمل الكيرف هيك بمده. تمام؟ هاد الكيرف أنا ما بهمني هاد اللي هو الزيادة اللي صارت بسبب إعادة لفة الداي اللي إنه الداي رجعت لفة ورجعت وسط القلب مرة تانية ورجعت تم ضخها وصر لها بومبينج يعني. ولا الأرتري مرة تانية. ما بهمني هاد الحكي فأنا بروح بكمل إيش الكيرف هيك على إنه إيش؟ على أساس إنه الكونسنتريشن تبع الداي قل وخلص أكمل الكيرف بدون ما ترجع إيش الدورة مرة تانية. تمام؟ طب شو طلع عندين؟ دي هاد المونحانة بيمثل لتركيز الصبغة في إيش الأرتري اللي أنا عم بشوف تركيز الصبغة فيه خلال زمن معين الزمن بالسكنز هلأ أنا بدي أعرف شو الكارديك أوتبوت والكارديك أوتبوت بيمثل لي فوليوم أوف بلد صح؟ هلأ شو الفوليوم فيه واحد من القوانين بيدخل فيه الفوليوم وهذا القانون مهم جدا وهو قانون شو إنه الكونسنتريشن تركيز أي مادة بساوي الأماونت أوف هاي المادة كميتها على شو على الفوليوم اللي هي موجودة فيه هلأ الصبغة تبعتي أنا بعرف الأماونت تبعها بعرف كميتها وبقدر أحسب أو كنت عم بحسب شوي بالكيرف إيش الكونسنتريشن تبعها هاد الحكي لو أستخدم هاد القانون وأنا بعرف الكونسنتريشن وبعرف الأماونت هاد الحكي بساعدني إنه شو أعرف الفوليوم اللي هي موجودة فيه هاي الصبغة قاعدة بتلف فيه هاي الصبغة اللي هو مين الكارديك أوتبوت صح؟ فهذا المبدأ الأساسي للديلوشن مثل طب كيف ممكن أحسبه فيه خطوات بنعملها أول خطوة إني بدي أعرف معدل معدل تركيز الصبغة في الأرثري خلال المدة اللي هي إيش اللي أنا فحصت فيها معدل تركيز الصبغة بمثل إيش الأيريا مساحة المنحنة المساحة تحت المنحنة المساحة تحت المنحنة واضح إنها مثلت بقدر أستخدم قانون نصف القاعدة في الارتفاع في القاعدة اللي هي هاي الديوريشن في الارتفاع اللي هو الماكسيمم كونسنتريشن أو بقدر إيش أستخدم أكمل هذا على شكل مستطيل هيك وبعدين إيش أرو أعمل وبس يعني يعني ما أكمل الكيرف هذا ما أحسب هذا المثلث لأنه هذا المثلث هو نفسه اللي أنا حذفته من هون أنا بصراحة ما بحب هذه الطريقة بحب أحسبها خلص مساحة تحت المنحنة نصف القاعدة في الارتفاع لكل هذا المثلث أوكي بس إذا إنتوا لاحظتوا إنه ممكن الدكتور مثلا ما حسب هذا الجزء من الكيرف لأنه حسبه هون واعتمد قانون مساحة المستطيل تمام بس خلص إحنا عشان نكون فاهمين فهم إحنا عارفينه إحنا بدنا مساحة تحت المنحنة فبروح بحسب نصف القاعدة في الارتفاع نصف الدوريشن في الماكسيمم كونسنتريشن بيعطيني شو معدل الكونسنتريشن تبع هاي الدوي خلال المدة الزمنية اللي أنا فحصت فيها تمام هذا الكونسنتريشن بروح بحطه بالقانون اللي أنا بعرفه اللي هو إنه الفوليوم بيساوي إيش الفوليوم بيساوي الأماونت على الكنسنتريشن هلأ أنا بحاجة لمين للفوليوم اتفقنا بس الفوليوم اللي رح يطلع معي هو فوليوم إيش هلأ منشوف فوليوم إيش أنا بعرف إنه الأماونت عندي خمسة أنا أضفت يعني أنا بكون عارف قديش أنا أعطيت هاد الشخص صبغة أعطيته خمسة ميلي جرام تمام على فرض أنا أعطيته خمسة ميلي جرام بروح بحط الخمسة ميلي جرام على الكنسنتريشن تبعي اللي هو المعدل تبعي بيطلع عندي إيش الفوليوم هيك إحنا هلأ هلأ فاهمين صاح خلونا نحفظ هاد القانون اللي وصلنا له طيب هلأ بدنا نحسب الاريا هاي ونأخذ كمثال عشان نتأكد من الفهم أو عشان نفهم يعني لسه ما شرحنا أصلا نأخذ الصورة اللي فوق هاي الصورة اللي فوق هاي هاي بدنا نحسب إيش المساحة تحت المنحنة نص في القاعدة اللي هاي تقريبا 12 لازم لازم تحطو الوحدات لأنها بتخربط نص في 12 ثانية في الماكسوم كونسنتراتيشن قديش الماكسوم كونسنتراتيشن 0.5 قوعكم تغلطو وتحطوها زي ما هي انتبو هون نكتوب بير 100 ميلي يعني زي كأنه الواي أكسس كله مقسوم عالمية بس هم مكسلين يكتبوها تمام عالمية تمام عمية إيش ميلي خمس إيش ميلي جرام فهاد هو الماكسوم كونسنتراتيشن مش بس نص لا هيك القانون تمام فايش بدي أكتب هون نص ولازم أحط ميلي جرام عشان ما أتخربت بعدين وهون 100 هون ميلي برضو بدي أحط تمام بعدين هيك إيش صلع عندي هاد هو الكونسنتراتيشن اللي هو معدل الافريش كونسنتراتيشن يعني تمام هاي هاي بدي أحسبها رياضيا هاي 6 6 ضرب 5 30 بتروح هاي صفر هاي صارت عندي 3 ايش بالمية تمام 3% ما بدي أحذف الوحدات صلي سنة بكتب فيهم 3% ايش 3% الوحدات اللي عندي ميلي جرام على ميلي مضروبة في سكن صح هاي هاي السكن موجودة هلا هاد ايش طلع معي معدل عشانك في سكن لأنه معدل عشانك في وحدة زمن معدل الكونسنتراتيشن تبع هاي من الداي هلا نروح لقانوننا القانون تبعي هايو أنا بدي الوليوم اللي هو بيساوي 5 ميلي جرام على الكونسنتراتيشن الكونسنتراتيشن اللي هي 0.03 ميلي جرام على ميلي في سكن هاي رح تروح مع هاي تساوي 500 ع 3 وايش الوحدات ميلي على سكن صح هلا شو اللي طلع عندي الفوليوم الفوليوم شو وحدته عندي 500 ميلي 503 ميلي بير سكن هلا أنا بعرف إنه الكارديك أوتبوت ما بنحسب لا بالميلي ونا بنحسب بير سكن فلازم أحول هاي لليتر وأحول هاي لمنت كيف منحول من السكن ل كيف بدي أحول السكن لمنت بدي أضرب الستين وكيف بدي أحول الميلي لليتر بدي أقسم على ألف صح فهاي بيروح هاد دول تلت صفار خمسة ضرب ستة تلاتين على ثلاثة عشرة لتر بير منت وهاد هو الكارديك أوتبوت هلا معقول يعني بالمثال عندي معقول أعود أحسب فيها زي هيك وأفهم فيها من الأول وحط قانون الفوليوم وهون أحسب لا هيك بتصير صعبة علي فشو بأعمل بأعتمد على هاد القانون بس أنا فهمتكم يا من وين إجا بس بأعتمد هاد القانون إيش القانون القانون بيحكي لي الكارديك أوتبوت اللي بدين حسب بس بدأت طلعوا إحدتهم معي بالملي بير منت فإنتوا لا تنسوا تشوفوا الخيارات إذا بدوا بالليتر رنقسم على ألف تمام إيش بيساوي بيساوي الملي جرام أوف داي اللي هي عندي كان بالمثال خمسة ملي جرام ضرب ستين هاي ستين من وين إجت لما نحولنا السكن لمنت تقسيم الأفرج كونسنتريشن أفرج يعني أني أنا أخذ الكنسنتريشن ديفرنس وأقسمه على اتنين مش صح فلو أنا أخذ الماكسيمم كونسنتريشن ناقص صفر وأقسمه على اتنين زيك إني بولك نص في الارتفاع صح بعدين أقل بولك إيش أضرو بيها في الديوريشن تبع الهاد يعني زيك إنه هاد المقام هو إيش الارية under the curve اللي أنا قلت لكم إيش قلناها نص في الماكسيمم في الماكسيمم كونسنتريشن في الديوريشن تمام وهيك بتكون خلصت هاي المحاضرة ويعطيكم ألف عافية